وهنرجع هنا بقى على وطن هنبدأ منين يعني العمل بتاعك وهيبدأ امتى مونسح واتحافظ قال احنا ان شاء الله السنة دي هنبدأ نفعل مجموعة من الامور دي حقيقة في الحقيقة ده كان اهم سؤال في بداية اطلاق المشروع نقدر ندخل قطاع الصناعة او نبدأ منين احنا عايزين نصير في الاخر لإيكو سيستم متكامل مش بس الشركة او مؤسسة او مجموعة مصانع او حتى منطقة صناعية احنا عايزين السكتور الصناعة كامل عشان يبعدنا انسايتز فده طبعا يعني في الاول كنا مطلق عليه ديجيتال دريم دلوقتي احنا شغالين فيه على ارض الواقع الحلم الرقم اده بالزبط فقلنا افضل طريقة وبعد تحليل كبير جدا ان افضل طريقة ان احنا نبني الهرم من الاول نخلي فيه ايكو سيستمز موجودة عند كل المصانع عند كل الهيئات وبالتالي السيستمز دي تفضل تتكامل مع بعضها الى ان تصل رأس الهرم وهنا رأس الهرم هو يبقى سكتور الصناعة كامل من هنا يبدأ عندنا في الاول طبعا المصانع تبدأ تاخد خدمات زي عملية رفع كفاءة المصنع نفسه زي عملية التواصل يكون عندك كونكتيفتي لكل الناس اللي في السكتور بتاعك انت محتاج تعرف السكتور بتاعك راح فين عندك تواصل مع كل الناس اللي بتصنع الرو ماتيريالز بتاعتك احنا الناس بتبقى موجودة وبتشتري الرو ماتيريالز او بتستوردها من بره وفي ناس جنبك بتصنع الرو ماتيريال دي انت ما عندكش علم انها موجودة بوجود سيستم جوه كل مصنع جوه كل مؤسسة انت بتقدر تاخد كل خدمتك جوه مصنعك انت بندير لك سشؤون الادارية بندير لك سشؤون المالية بندير لك عملية التصنيع نفسها وهنا بنبدأ نشتغل على رفع كفاءة المنتج المصري انا قادر اقولك المنتج بتاعك كفاءة وشكلها عاملة زي في الماركت عن طريق ان انا عندي سيستم بيديك كل التفاصيل فببدأ اديك بنيفيتس حقيية كمصنع انت هنا بتستفد واحنا كمان كدولة وكمبادرة ابدأ ودعم الصناعة مع تكامل الانظمة دي مع بعضها بقدنا قادرين نحدد ديتها حقيقية اللي بيحصل على الارض بس انت كده بحتاج انك انت تقدر توصل لكل القاعدة الصناعية المصرية اه علشان كده في الشراقة ما بيننا وما بنبدأ ابدأ قادر تصل للقاعدة دي بشكل قوي جدا واحنا قادرين نقدم السيليوشن التقني بشكل قوي جدا ومن هنا بتجي فكرة الشراقات في المجمل ان هي بتدي حاجة نجحة مع دخول كمان الهيئات والخدمات اللي انت عايزها كمصنع انت مش محتاج ان انت الادارين عندك تحركوا لأي هيئة عشان يعملوا حاجة كل الديتا اوتوماتيك بتتحرك جوه كل السيستم وبتديك الحاجة اللي انت عايزها وصولا بقى لرأس الصناعة اصبح عنده ديتا تفصيلية عن كل حاجة وحقيقية عن حجم الاستيراض حجم التصدير حجم اللي احتياج رأس الصناعة هنا بتقصد الوزارة المعنية يعني هنا حالتي وزارة الصناعة بالزبط عندك كل الاحتياجات اللي موجودة عندك البيانات بانظمة الزكاء الاصطناعي ببدأ ان انا تديك نظام دعم قرار انا بقولك ان انت خلال خمس سنين ممكن يحصل عندك ازمة في الحتة الفلانية انت محتاج تنشئ مصنع في الماتيريال الفلاني في الحتة الفلانية المصنع ده محتاجين نتحرك فيه من فتر دي عشان هيحتاج فترة بناءة دي كده وتجهيز دي كده بتبدأ تاخد الخطوة بتاعتك كل ده مش هنقدر نعمله من غير ما يكون عندنا بنية رقمية قوية عندنا ديتا حقيقية وجزء الديتا علشان هو مهم دايما في عملية التحول الرقمي هي الكفاءات زي ما قلت لحضرتك هي كفاءات مصرية والشركة موجودة في مصرية باستثمر سعودي عشان كده كمان كل البيانات الخاصة بالعملية الصناعة هي هتفضل موجودة جوا مصر مش هتخرج بره كل التحليلات تردت على سؤال مهم وانكلم يسأل بعد بس انت استبقت وده رائع بالمناسبة جزء الديتا هو الصداع الأزلي أو الجزء الأكثر الحيحن سيكوريتي لأنه هو ده هو ده وقود العصر الحالي هو ده المستقبل فبما أننا بنعمل ده وقدرين ندي أنظمة دعم القرار قادرين نعمل عملية أتمتة وحوكمة للعملية الصناعية كاملة مش بس مصنع أو هيئة أتمتة أوتوميزيشن دي بقى الحاجة اللي الناس هتقدر تفهمها أسأل ترجمة نانسي قنقر